إن أي مساعدة تطلب حماس سواء سياسية أو اقتصادية أو غيرها من المساعدة التي يمكننا أن نقوم بتقديمها سوف نقوم بذلك نحن نعتبر حماس جزءا من المقاومة وجزءا مننا وإن مواجهتهم هي مواجهتنا نحن هم الذين يختارون أي مساعدة يطلبونها منها أحيانا قد لا يستفد من كفة نصائحنا كما لا يفعل في سوريا وفي الموضوع السوري طبعا كل ما تطلبه حماس ويمكننا أن نقدمه سوف نقوم بتقديمه هذا واضح ذلك أيضا بما قاله السنوار بأنه لدى حركة حماس خلال عامين أكثر من ما وصلها بعشرة سنوات بطبيعة الحال جاء من إيران صواريخ أجل صحيح أنا أعتقد أن العلاقات بيننا وبين حماس الآن خاصة بعد اختيار القيادة مؤخرا في حماس وهي قيادة حكيمة وهي قيادة قد بثقت من داخل المقاومة وهي قيادة قام أشعب الفلسطيني باختيارها عبر الانتخابات التي جرت هذه القيادة بالنسبة لنا مهمة جدا ونحن نحترمها كثيرا ونحن نعاول كثيرا على العلاقة بيننا وبينهم طبعا كل الإمكانيات التي يمكننا أن نقدمها لهذه القيادة وهذا الشعب الشعب الفلسطيني خاصة في ظل الأزلات شيخ الإسلام أنا أسأل أنه وصل بالفعل من إيران تلك الأسلحة بالحجم والكم الكبير الذي تم الحديث عنه وتحدث عنه سيد السنوار من إيران كل ما تطلبه حماس سوف نقدمه كل ما تحتاجه حماس وتطلبه منه ويمكننا أن نقدمه سوف نقوم بتقديمه أنا كنت أسأل إن كان قدم بالفعل يعني وصل بالفعل وقدم عن ذلك التي تحدث عنه سنوار أرسلته إيران أجل أعود وأقول وكلامي واضح جدا كل ما تطلبه حماس ويمكننا أن نقوم بتقديمه سوف نقوم بتقديمه